السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيب قلبي يارب تكونوا بخير وفي احسن حال طبعا انا النهاردة بقى بعمل ايه بعمل رؤاء فكرت ان انا اعمل ايه زيقت والله مش عارفة عملا افكر اعمل اكل ايه اعمل اكل ايه يعني مش عارفة فقلت ايه طب اعمل رؤاء طب اعمل جلاش وبعدين قلت رؤاء يعني اعمل سنية رؤاء طب بس انا ما عنديش رؤاء طب قلت ايه يعني انا اعمل رؤاء وهعمل رؤاء احلى من الجهز وبدأت اعمل الرؤاء دولتي حبيب قلبي كام كم كبات دي تلات كبايات دقيق ماشي تلات كبات دي عليهم كباية مية بالزبط تلات كبات دي عليهم كباية مية بالزبط زي ما انتوا شفتوا كده بنفس المعيار وعليهم يا حبيب قلبي ربع معلقة ملح وعليهم تلات معلق زبدة او معلقتين انا اعمل للرؤاء ده رؤاء اطاري طيب اه لو انا هعملوا عيش ساج مش هحط طبعا هحط لبن مش هحط حط لبن او حط زبادي لكن ده انا هعملوا رؤاء فعملوا زي زي عجنت العيش الساج او العيش اللي انتوا بتعملوه شعيش الشاورمة او كده بس الاختلاف عنه ان انا طبعا انا بحط السكر مش مش يعني مش شايفة ان السكر ليه اهمية في اي حاجة هو بس ربع كبات ملحة اه تلات كبات دقيق وكبات مية ومعلقتين زبدة انت وانت بقى وكرمك بقى لو انت كريمة حط تلاتة اه تمام وعجلناها امر 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 وانتوا عارفين بقى ان انا بعز العجن جدا يعني كده خلاص اتعجنت بس انا بقى بحب ادلع العجنة بتاعتي تمام حبيب قلبي اه هقططها بقى زمانتوا شايفين كده اه كام كطعة كام كطعة كام كطعة يا ست الحاجة اه 8 وحدات 8 وحدات ولازم طبعا العجنة ترتاح ليه ترتاح لان انتوا لو بططوها وهي لسه مرتحتش هترجع تاني هترجع في كلامها هتقول انا زعلانة انا تعبانة انا مرتحتش فهتروح راجعة تاني فانسيبها حبيب قلبي ترتاح كده اه عشان لما نفردها تتفرد معنا بسهولة تمام اه والنهاردة التليفون كنت كل ما حاول اصور ابص الاقي فصل 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 كل ما يتهزسنا اه طبعا انتوا عارفين انا بطول للمقاطع فما كانش الموضوع كل شوية بيقطع مني اه فتلاقوه دلوقتي قطع مني بسرعة مش عارفة ليه يعني دلوقتي حبيب قلبي انا بقطع البصل اه بناقي باقي اه معايا نص كيلو لحمة مفرومة ويعادلهم اه نص كيلو بصل احمر يعني تلات اربعة بصلات كده حلوين متختاخين كده ومقاطع جاملات كده طبعا يا جماعة اللحمة المعصاجة تعز او البصل يعني البصل ده هو اللي بيحل الاكل اه فانا دلوقتي ايه بناقي كان بصلايا حلوين متختاخين كده وايه بقى وهنعمل بقى ايه اللحمة المعصاجة اللي هي لحمة عادية مع الصاجة بالبصل ورش الجسطيب وملح وفلفل بس عايز انتو حط بهارات لحمة حطه انا بحبش بصراح حط بهارات كتير يعني بحس انه طعم الاكل كله توابل كده فانا ايه يعني انا بفضل كده انه طعم الاكل بيبقى بصراحة شكله طعمه حلو من غير كتر المبالغة في التوابل يعني طبعا اللي انتو عايزين تحطوه حطوه براحتكم بس يعني انا بتكلم عن نفسي تمام هنا حبايب قلبي الطاصة دي او الوج ده انا كنت مسياحة فيه ايه معلقتين زبدة للرؤية تمام يعني ايه عشان ما تفكروش ان هو مش نزيف يعني وكالعادة كده بقطع البصل تمام حبايب قلبي وهنستقلب بقى قصة الست عواطف الاماراية الطيبة العسلياية ايه عواطف طبعا احنا كنا اه بدأنا مبارح قصة عواطف دي كليها خمس اخوات اه سبيان والاب والام ويعني كتعيلة بسيطة على قدها بس عيلة مكافحة كلهم اتعلموا ما شاء الله تعليم مش عالي ولكن هو تعليم متوسط بس برضو يعني رغم ان الاب اللي يرحمه كان امي امي يعني زي حالتي انا ما بيعرفش يا جيده القراءة والكتابة انما انا طبعا مش اميه قوي ربع اميه ليه لان يا جماعة انتوا عارفين يا جماعة انا معايا محول اميه وانشانا قلتلكوا قبل كده يعني يا دوبك كده بفك الخط يعني اللي لقيني قريت كلمة غلط يعني ايه مركز معايا كبرنا بقى وخلاص والحمد الله اللي جيبه ربي تمام يا حباب قلبي المهم ست عواطف ديت اه كانت اه خلاصت الدبلوم حباب قلبي ودخلت ايه في في مععد مععد يعني متوسط كده كانت بتدرس فيه تمام وقلنا ان هي بنت وحيدة اه على خمس سبيون في اثناء ما كانت حباب قلبي بتدرس في المععد كانت اه اللهم اصلي واسلم عليك سيدنا النبي كانت ايه اه اه اتعرفت بحد كان زميلها يعني كان بيدرس معها ويعني بقى فيه بينهم قصة حب جي اطلبها للجواز كان اخوها الكبير طبعا اتجوز وكانت الست بتاعته مرة اخوة كانت مسيطرة يعني تمام اه فالمهم الله ما صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي اه اه طبعا انا بحط الملح حباب قلبي هو تعالى البصل وحطت شوية زيت ولعت النارة على على ايه يا بنتي على طبعا اللحمة المعصجة تمام بس هسيبها بقى كده اه المهمة اه الست ديت الله وسلم وسلم عليك يا سيدنا النبي اه طبعا حباب قلبي اه مرات اخوها زي ما قلنا اه كانت مسيطرة اه وقالت اه لا هو ما يعني ايه تتجوز ازاي والسافر بعيد والعريس ده مش كويس ولا اخلاقه مش عارفة ايه ولا المدرك ايه طلعت في القطط الفتصانة على علشان اه طبعا دي البت الوحيدة فطبعا ايه هت اه الراجل ده كان العريس ده كان من الوحاد كان من بلد بعيدة يعني مفروض انه هو لما هيجوز اه عواطف هياخدها ويسافر بيها هتقعد في بلده اه طبعا اللي بتتجوز بت بتروح بيت جوزها فاي اي كان هو فين بتروح معاه فطبعا اه قعدت تقول لا اه ده مش كويس مش عارف ايه ده اخلاقه معرفش ايه والحكاية والرواية المهم سيطرت على الاخك الاجبر والامه والكله خلاص ورافقه وموضوعه كده تفشكل وباز طبعا صاحبتنا اه طبعا اه خلصت اللهم وصلي وسلم عليك سيدنا نبي طبعا حبيب قلبي انا البصل اتشوح معايا حتطلو شوية ملح عشان يدبلو اتشوح اتشوح وبعد كده نزلت بحتة زبدة لانه كنتش طبعا كنت حتى شوية زيت في الاول للبصل بعد كده حطيت بقى رشة جسط طيب وشوية فلفل سود وبسيب بقى طبعا حبيب قلبي الايه اللحمة تتعصك تمام المهم اه راحت طبعا قالت اه يعني اه هما اقتنوا طبعا بكلام الاخ الاكبر وانها ازاي ده راجل ده هياخدها في حتة بعيدة والحكاية خلص الموضوع لكده وساحبتنا اتعلمت وخلصت المععد بتاعها وبتدت انها تشتغل وفضلت طبعا مع امها واخوتها واحد ورا واحد بيتجوز واحد ورا واحد بيتجوز كل ما يجي لها عريس مرات اخوها تطلع في العبر لأ ده اخلاق وحشة لأ ده مش عارفة ايه لأ ده مدرك ايه كل الشباب اتجوزوا ما فاضلش غيرها هي مع امها كل ما يجي لها واحد اه طيب اه يعني هتسيب امها جات الستة طبعا كبرت مع الوقت كبرت وتعبت وجالها السكر وبقت هي اللي تخدم امها كل ما يجي لها عريس اه يتلموا وخلاص يعني يبقى كويس وبتاعه وخلاص ربنا هيسهل الحال يتلموا كل الشباب اللي هم اخوتها يعني ويتفقوا خلاص ان هي ايه هتتجوز الجدع ده وبعدين يقولوا خلاص امنا طبعا كستت كبرت وتعبنا وجالها السكر امنا هتبقى ايه لكل واحدة تروح عند كل واحدة اسبوع وكل واحدة تخدمها اسبوع طبعا كل واحدة الزمزق وتنكد على جوزها والسود عيشته ازاي انا هاخدم امك وامك عايزة اللي يأكلها ويشربها ويديها اه حقنة السكر ويعمل ويسوي وانا عندي عيال وانا عندي بتاع المهم يا جماعة بقى الموضوع يعني اه صعب جدا ان اه عواطف هي اللي بقت شايلة المسئولية فكل يعني ما يجي واحد حتى لو هي عايزة تقول لا 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 ليه عشان خطر امها طبعا حبيب قلب بقطع الزبدة دلوقتي بقطعها طبعا ده آآ قالب زبدة بقطعها بحس ان انا اشيله آآ في التلاجة في علبة لما الواحد يعوز يستعمل منها ياخد تبقى الايه الحتة سهلة ياخد آآ قطعتين يعني تمام والبصل ده انا سايبها كده عشان هعمل بيه شربة شربة ايه هقول لكم دلوقتي آآ اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي المهم نجي بقى جينا للعجينة بتاعتنا الحلوة الجميلة دي طبعا ارتحت زمانتو شايفين كده هناخد واحدة واحدة وهنفردها وايه بقى آآ طبعا لما العجينة بتتفرد حبيب قلبي بتتعامل بسهولة بتتفرد بتتفرد بسهولة يعني ما بقاش ما فيش تعب وطبعا نحط شوية دقيق بس ما نحطش كتير انا هنا بوسع لنفسي شوية عشان ايه اعرف ان انا ايه تبقى الحتة والدنيا فاضية كده قصد مني آآ طبعا انا بحطش دقيق كتير راشد دقيق بسيطة اوي آآ بس انتو بتهايلكون نواة كتير بسوى مش كتير آآ العجينة بتاعتي طارية جدا انا يعني العجينة الطري حلو جدا حلو جدا العجينة لما تبقى طارية حبيب قلبي تبقى في الاكل حلوة سواء ان انت عملتها لفتها بشاورمة تبقى حلوة عملتها رق تبقى حلوة تبقى يعني سهلة كده تمام حبيب قلبي آآ المهم فضلت يعيني هي تضحي آآ لان مفيش غيرها هي آآ جوم في يوم الام تابت جدا جات لها غيبوبة السكر تمام حبيب قلبي آآ لما جات لها غيبوبة السكر طبعا لحاول اللقاء تل بالله حصل لها بتر الدكتور قال لازم آآ لانها كان عندها جرح يعني هي كان عندها السكر طبعا وست كبرت بقى وطبعا الواحد ساعات في الناس بعدما يعني طبعا ربنا يشفي كل مريض يا رب ويا رب ما يرقد اي حد ولايتها باي حد طبعا يا حبيب قلبي انا هنا آآ حاطتت الصينية ديت الصينيتين دولت الامونيا بالسخفاف قوي انا ما خليهم متخصصين او متخصصين او يعني انا بخليهم دايما دولت للعش بس اللي انا بعمله بعمل رؤاء بعمل عش سواج بعمل اي حاجة انا بخلي الصينيتين دولت بس للكلام ده ما بعملش فيهم اي حاجة بوريكم بقى الرؤى بتاعي الجميل اللي عسل 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 وامر امر 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 مش عارف يا جماعة بعشق جدا العجن والخبز والكلام ده مش عارف ايه حدش عنده مغبز يشغلني عنده يا جماعة طبعا احسن حاجة ان احنا نحط الحاجة كده على النار ونشتغل طبعا حبيب قلبي زي ما قلتلكم الست حصل لها طبعا بتري في رجلها وخلاص يعني ده امر ربنا وانتهى الموضوع على كده وفضلت طبعا عواطف قعدة مع امها في شقة لوحدهم وطبعا اتولت خدمة امها هي من زمن الزمن هي متولية خدمة امها يعني والوقت عده وكبرت عواطف بقى 30 سنة 40 سنة 50 سنة حاجة وخمسين سنة وبتيجي طبعا بتروح شغلها وبتشوف اي حد كده تعرفه بنت واحدة صاحبتها بنت مش عارف ايه واحدة بالفلوس واحدة معرفش بايه تيجي تقعد مع والدتها في الفترة اللي هي فيها شغلها وطبعا كانت بتلبس والدتها كادلس لان طبعا والدتها مش هتقوم وطبعا الست مع الوقت طبعا تخنت جدا لانها طبعا ما بتتحركش نايمة على طول جيبها بقى تحميها وتأكلها وتشربها وتغير لها فضلت الحياة كده على طول وولادها السبيان يجوا كل يوم جمعة في بقى مناسبة في حاجة في عدميلاد في بتاع ييجوا برضو عنده خطوم وخطوم تعمل اكله ويعودوا كلهم مع بعضه ويعني خلاص هي بقى يعني ايه سلمت امرها لله أنا خلاص كده ما فيش بقى لجواز ولا في بتاع وانتهى الموضوع وكان في الفترات دي كان بيجي لها برضو عرسان لو مثلا زمايل في شغلها او زمايل عمل او جيران او بتاع كانوا برضو بيجيبوا لها الناس برضو كانت بتحاول انها تخدمها وتجيب لها طبعا حبيب قلبي زما انتوا شايفين كده انا ببطط الحاجة زما انتوا شايفينها كده والبوتاجاز شغال بجري احطها على طبعا ده الرؤية ده ما بياخدش وقت تمام يعني اللي هيعمل كده طبعا يخليه يبقى سريع انا فعلا الله هو اكبر كل عوزه برب الفلك يعني النار والعة فبحط الوحدة واروح فردة واحدة غيرها وبرضو وانا بشتغل عيني على البوتاجاز تمام عيني ان انا اقلب الوحدة على طول ما تسيبوهاش شوفنا انا بوريها لكم بعد ما بشيرت شايفينها بطبقها ووريها لكم ان هي على طول لازم تكون عينيكوا على اللي ده عشان ده ما بياخدش وقت لان انتوا لو يعني نسيتوا او سيهيتوا شوية هتبسط لها شاطت وطبعا شاطت دي مش هتنفع هتترامي لانها ممكن تبوز الصينية كلها تمام حبيب قلبي وعايز اقول لكم كده ده اسرع رؤاء تعملوه في حياتكم يعني انتوا لو عايزين تعملوا كده صينية رؤاء بدل ما تشيروا بقى رؤاء جاهز من بره او كده تعملوا بقى الحركة اللي انا بقول لكم عليها دي جميلة جدا ان انت اه انا هنا حبيب قلبي بحط ايه شايفين معلقتين ثلاثة ايه بقى سمنة بلدي سمنة بلدي يا واتيا سيكا ايه اللي سمنة البلدي دي اوعا ما بحطش طبعا اللي عندي مرأة فراخ ولا عندي مرأة لحمة ما بحطش المرأات والكلام ده عندي مرأة مثلا لحمة او فراخ في البيت موجودة فيه ما فيش خلاص وفي الوقت ده ما فيش فطبعا حطت ايه بقى حبيب قلبي حطت مكعب زبتة اهو شوية مياه سخنين شوية ملح وشوية فلفل رشة ملح ورشة فلفل ما تحدقوش قوي المرأة دي دي مرأة يعني سريعة عالسريعة كده سهلة جدا شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة اللي بالله والله يا جماعة مش بشكر في اكلي انتو لما تعملوا الحاجة نظيفة وجميلة وحلوة كده في البيت احسن الف مرة ما طبعا يعني من الوقت للتاني كده تخبز لكم خبزة في البيت شوية رؤاء شوية عيش رغفين فينو رغفة فرانجي رحت الخبز كده في البيت بتبقى جميلة وحلوة وشايفين بقى حطت لكم كمان ايه بقى حطة زبدة بلدي يا خبرة بيوت عايز اقول لكم والله يمشو الله لا حولي لقوة رؤاء عالمي عالمي شايفين حبيب قلبي انا جبت الصينية وحطت فيها حطة زبدة بلدي وبين كل رؤقتين ورؤقتين هروح حطة شوية لحمة مفرومة انا مش هحط البيت في سلة واحدة ايه واخدوا بالكم انا بقى ما بحبش ان انا حط ايه كمية رؤاءة وروح حطة شوية اللحمة في النص لا 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 ما بحبش ازاع الرؤائي بكل رؤقتين احطنهم شوية لحمة كده شايفين الجمال والحلاوة الرؤاء عالمي 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 جربوا بقى الوصفة دي او جربوا الطريقة دي هتلاقوها فزيعة فزيعة وبالفرشة حبايب قلبي طبعا الرؤاء طاري مش نيشف وبالفرشة بقى بشوية المية الدافية اللي عليهم فلفل فراش وملح وحتة زبدة صفرة يا سلام ده انتوا عارفين انا كنت متخيلة ان انا نص كيلو اللحمة ده هشيل نصه فلقيتوا بسم الله ما شاء الله يعني الدنيا مشيت كده لا واستعملتوا كله والرؤاءة كله عملتوا شايفين بقى الحركة الجامدة دي ادي شوية السامنة البلدي اهو حطناهم موضوع بسيط لما يحتاجين نعمل لحمة ولما يحتاجين نعمل فراخ عشان نعمل صنية رؤاء ولا لازم شربة مش شرط شربة خالص انا غطيت بقى حبايب الصنية بتاعت الرؤاء بتحتي تترك كده مع نفسها تاخدوا تدي بشكل ودي خدوا بالكم شايفين بقى انا هعمل ايه هنا هقول لكم بقى شايفين البصل اللي انا كنت شاهلة ده البصل لحمر العسل ده بعشاء البصل لحمر يعني يوم بعد يوم كده بديشيلي بصلية كده عريق اه مش عريق يعني انا بحب بقى كل البصل بصراحة يعني معا بقى فول معا ايام الرجيم ما الله يرحم ايام الرجيم يا جماعة طبعا الكوسة من الحاجات الخضر المظلوم كل الناس تقول لك الكوسة 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 عاملين كوسة لا بحباش ما بحباش الكوسة بقى احلى احلى حاجة في الخضر الكوسة الكوسة دي جميلة جدا 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 يا جماعة الكوسة جميلة جدا جدا للي عنده امساك يأكل الكوسة كده كلها مية كلها حلوة جدا مغزية للقلب الكوسة بقى والجزر والكلام الجامد ده قاتت رحى بقى بقلبي من الخضروات اليومين دول الخضار يا جماعة الخضار مهمة قوي في زمن الكورونا يا رب بقى حشى عننا يا رب يا رب تبعدها عننا يا رب بحق جاه النبي وأهل بيته في الأيام المفترجة دي ادعوا يا جماعة وقولوا أمين ورايا تمشي بقى الكورونا من كل البلاد الدنيا تمشي بقى خلاص كرهناها مش عايزينها بخسل حبايب قلب الحلة دي انتوا شايفينها دي وديني جيبتلكو ايه بقى البصلية البصلتين الحمر دولة العسلات دول شوحتهم كده بقى مكعب زبنة وشوية زيت زتون أشوح بقى الكوسة بتاحت الجاملة ده واخدها تشويحة جاملة كده وبس بقى يا حبايب قلبي أحطها ايه بقى بعد ما تشوح الحلة اللي أنا غسلتها دي أحطها في قلب الحلة حطت عليها شوية مية واسبها بقى تستوي شوية شربة والله العظيم لو عملتوا الشربة بالطريقة اللي أنا بقول لكم عليها دي رهيبة 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 اعملوا يا جماعة الشربة كده وبعد لما تستوي كده وتبرد لازم الشربة تستوي وتبرد يعني تبقى دفية كده مثلا أنا رشت جسط تيب وشوية فرفل زمانتوا شايفين كده مش أكتر ولا أقل حطتها بقى زمانتوا شايفين كده وحطت عليها شوية مية حبايب قلبي تستوي بقى تبقى ايه شربة عسل 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 وبعد كده ايه بقى لما تستوي اروح ايه سيبها تهدى شوية واروح اتطعف شفشة الخلاط ومكعبين جبنا كيري ما تقولوش لحد ولا تقولو لأي حد ولا السبت ولا بقية الأسبوع طبعا كنت مبارح عاملة سينيبون فكانوا فضلين بقى شوية ايه كريم الطعي يا سلام بحطو وخدوا بالكو لما تعملوا الرؤاء ده ما تضغطوش الرؤاء ما تضغطوش لو يبقى لازق في بعض وكده لا طبعا يا حبايب قلبي مش هنسأقولكم شايفين الرؤاء طلع من الفرن جميل ازاي في منتهى الجمال هقلب بقى الصينية وورها لكم شايفينها جميلة ازاي في منتهى الجمال احلى رؤية تكلف الحياة ومورقة كده وجميلة طبعا يا حبايب قلبي مش هنسأقولكم طبعا تشيركم في القناة لانتوا عارفين اننا قناتي نونو نونو سغل نونو عشان تكبر يا حبايب قلبي كده وربنا يكرمني من خلالها ربنا يخلكوا لي يا ربي ما يحرمنيش منكم يا رب وتفضلوا كده منوريني ومكتريني ومكبريني اله يا ربي يسترها معاكم في الدنيا والاخرى ويسلعلكوا الحال دلوقتي حبايب قلبي انا بحط الشربة اللي هي الكوسة اها وحطت عليها بقى مكعبين ايه من الجبنة الجمال دول وهضربة حبايب قلبي كده في الخلال زمانتوا شايفين وطبعا انا كل دقيق فوق وتحت دقيق مش عارف انا كنت شغالة في مغبز ولا ايه يا جماعة لو حد عنده مغبز يقولي عشان اجغ بيزلكوا يا جماعة ربنا يا رب يدينا الصحة ويدي الجميع الصحة يا رب والواحد يفضل كده يشتغل ويطعب لغاية اخر يوم في عمره يا رب ما رأت اي حد امين يا رب العالمين شوية شربة رهيبة 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 غريبة يعني ما بتكلفنش حاجة غير هما مكعبين الجبنة مش قصة مكعبين الجبنة يعني شايفينها جميلة ودسمة وحلوة ازاي جربوها جميع موضوع الجبنة ده رهيبة جدا بجد حلوة يعني وفضلت حبايب قلبي طبعا قلتلكوا ان الست كانت تعبارة وتوفها الله كانت في الفترة دي بنتها عواطف عندها تنين وخمسين سنة في الفترة دي حبايب قلبي كانت كان جالها عريس قبل والدتها ما تتوفى وهي رفضته عشان خاطر امها طبعا هو قال لك انا ايه قايت له طب طب ما نتجاوز ونعد مع امي يعني امي ستة كبيرة قال لها لا انا عايز اللي تجاوزها تكون قعدة ببيتي المهم حبايب قلبي طبعا هي مرضيتش يعني امها اللي خلاها صبرت ده كله وخلاص هي اصلا خلاص حتى لو اتجاوزت مش هيبقى في خلفة لانها هي حبايب قلبي خلاص يعني الوقت عدى فات المعاد الحمد لله لكل اللي جيبوا ربنا ربنا يصلح لجميع المهم حبايب قلبي طبعا بعد الستة ما توفت جالها بقى العريز ده طبعا عارف عارف ان والدتها توفت فجيبا ايه جدد الايه الطالب تاني جدد الطالب ايه جاب ورقة دمغة وحط عليها ورقة بسطة وجدد الطالب المهم حبايب قلبي جيبا طالبها تاني للجواز وربنا يسر الامر وهو كان عنده بنتين بنتي كانت في عدادي والبيت التاني كانت تقريبا فقولة سنوي طبعا البنات طبعا ما كانوش رايقين الستة طبعا يعني بس الحمد لله الدنيا مشت وان شاء الله باذن الله نكمل القصة بتاعتنا في الفيديو التاني باذن الله حبايب قلبي ما تنسنوش بقى يا حبايب قلبي في الشراك في القناة وتعملوا الفيديو لايك وربنا ساعدكم يخلكوا لي ما يحرم نش منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته